في أمانة العاصمة وتحت الشعار أعيادنا جبهاتنا سيرى أبناء مديرية معين حي مذبح وشملان قافلة غذائية دعما وإسنادا للجيش واللجان الشعبية الذين يدافعون عن كرامة والسيادة اليمن إما أن ننتصر أو أن ننتصر هذا هو خيار الشعب اليمني وهو ما يثبته أبناء الحكمة طيلة عام وثمانية أشهر يذودون عن أرضهم بالمال والسلاح والرجال مؤكدين المضي قدما حتى النصر أو الشهادة في سبيل الوطن خارجنا نقدم أرواحنا بذماءنا فداء للوضن وهذا القوافل وهذا الحشط العظيم وهذا المزيد والمزيد ولن نتوقف نعمل جبهاتنا الحدودية أقل ما نقدمنا أولئي أبطال الشرفاء الذين نسطرون قيم الإنسانية والدفاع عن الوطن وعن كرامتنا وعن أعراضنا نحن أبناء مذبح وشملان ليست قافلة الأولى بس نبدل المزيد بإذن الله ونقول لهم قادمون من هنا من هنا قادمون وسنصل إلى عمق ديارهم والله على ما نقول شيء أعيادنا جبهاتنا شعان رفعه أبناء مدرية معين حي مذبح وشملان للقافلة التي جادوا بها لإسناد ودعم الجبهات التي تلقن العدو دروسا في الرجولة والبطولة نستعد أن ندعم بأموالنا وأولادنا وأنفسنا دفاعا عن وطننا من أعداء الله المعتدين على الشعب اليمني وندعم الجبهات في الحدود وفي الجبهات الداخلية نحن ننتظر وسننطلق لأن نؤدي واجبنا الله يقول من المؤمنين رجال صدقوا معاهد الله عليه فمنهم من قضى نحبة ومنهم من ينتظر أنتم تنتظرون هذه المهمة وهذا الواجب فأنتم اليوم قدبتم هذه القافلة من حي مذبح وحي شملان وحي الأعناب وأبناء مديرية معين الذين ينتظرون وينطلقون أيضا ويقدمون ويبذلون وسيلحقون بالجبهات لكي نحدث النصر لديننا لوطننا لهذا الشعب المكلوم والمظلوم فنملأ الجبهات بالرجال وعلى الدوام بالاستمرار وليس بالرجال فحسب بل برجال يعشقون الشهادة في سبيل الله المشاركون في الوقفة نددوا بالعدوان الغاشم والجرائم التي يرتكبها باستمرار بحق المدنيين وأكدوا وقوفهم مع الوطن وترابه حتى آخر قطرة من دمائهم واستعدادهم لبذل الرجال إلى جانب المال حتى النصر المؤذر نقدم قوافل تلو القوافل حتى ندعم أخواننا في الجبهات المقاتلين وسندعمهم بالمقاتلين في أي وقت هذه قافلة الرمزية أما القافلة الحقيقية فيها قوافل الرجال إلى الحدو والعدوان السعودي لازم نأخذ فائرنا منه نحن مستعدين بالقوافل وبالمال والرجال سندا لهم وسنبقى سندا لهم دوما وسنثبت معاهم في الخنادق حتى النصر بإذن الله وبإذن الله ندعمهم بالمال والرجال والعداد وصامدين وإلى الأبد وجبهاتنا أعيادنا جبهاتنا ولن نتلاجع أبدا مهما أعملوا ولن تخيفنا لا طوائلهم ولا صواريخهم ولا بواريهم أعيادنا جبهاتنا لن نركع ولن نتسلم هكذا سنضحي بالغال والنفيس بأموالنا وأولادنا من أجل تراب هذا الوطن محمد رزيقي لقناة اليمن من اليمن